بالتوازي مع التعينات التي أجرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في القضاء المالي يجري رئيس الحكومة هشام المشيش تعينات في مناصب عليا أبرزها تعيين لزهر لونجو المقرب من حركة النهضة مدير عامل المصالح المختصة في وزارة الداخلية بعدما تمت إقالته من قبل وزير الداخلية السابق والمحسوب على قيس سعيد تعينات تأتي بعد أيام قليلة من تأكيد سعيد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية خطوة اعتبرها مراقبون أنها استفسازية وستزيد احتدام الصراع بين الطرفين المعركة على قيادة المؤسسة الأمنية هي معركة كسر عظم ومعركة إرادات بين رئيس الحكومة الذي يعرف جيدا أن حلفاء السياسيين قد يتخلون عنه في أي لحظة وبالتالي هو يتمتلس وراء المؤسسة الأمنية ويستقوي بها وبين قيس سعيد التي يعتبرها آليا من مشمولاته فيما تدفع النهضة بحسب متابعينا إلى المواجهة من خلال دعوتها المشيش إلى تفعيل تعديل الوزاري من دون أداء اليمين وعلانها الدخول في مشاورات لإنشاء جبهة مزادة للتصدي لقيس سعيد حركة النهضة تكابد أوضاعا داخلية صعبة تحاول أن تصاعد أن تخرج أزمتها لمحيطها وبالتالي تراهن على تعكير الأجواء بين رأسي السلطة التنفيذية وفي ذل انشغال أجنحة السلطة بحرب الصلاحية يتواصل انهيار المؤشرات الاقتصادية وتفاقم نسبة البطالة إضافة إلى عجز المنظومة الصحية عن استيعاب المزيد من المصابين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا خطوات تقابلها خطوات مزادة ما يعني أن البلاد دخلت فعليا في معركة شد حبال بين أجنحة السلطة معركة ستكون تونس وتجربتها الديمقراطية الخاسرة الأكبر فيها سميح البغني تونس الميادن ترجمة نانسي قنقر